لما آجي أقول شوفي كرم ربنا وصل للغيد فين ولو أنا مش من ضمن دايرة الكرم دي بأنا الخسران أنا ونعوذ بالله من الخسران ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتوبة وأن يرزقنا الإنابة وأن يهدينا إلى صالح الأحوال اللهم أمين هقول لك حديث سيدنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام وعدني ربي وعد من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حسابي كم بقى؟ سبعين ألف مين بقى؟ اللي عملوا إيه؟ لا دا أنا أقول لحضرتك سيبك مين بقى دلوقتي مع كل ألف سبعون ألفا ألا يعني وثلاث حسايات من حسايات ربي ممكن نقف بس وقف هنا كثير من الناس فاكر اللي هو سبعين ألف بس أي فسيدنا عكاشة ابن محصر رضي الله عنه فقال طلع على طول عارف اللي هو فاستبكوا الخيرات قال له يا رسول الله ادعو الله أن أكون منه قال أنت منه واحد تاني قال سبقاك بها عكاشة القضية اللي هو منفاز مين اللي بينتهز الفرصة؟ أنت عندك ليلة جاية هوة أعظم ليالي الدنيا الليلة خير من ألف شهر كما قال الله رب العالمين أصلا هتعيش عمرك إيه؟ مش النبي قال أعماره أمتي ما بين الستين والسبعين ومنهم من جاوز ذلك يعني هتعيش إيه؟ بستين سبعين أولي الأوي اللي بيتجاوز الإيه؟ السبعين بيقوله لسيدنا النبي والنبي بيحكي الموضوع ده إن واحد كما عند التبري جاهد ألف شهر فاستغربوا ألف شهر ألف شهر؟ كتير أوي ألف شهر فعلهم طبي رأيكم ربنا أكرمني بليلة هي خير من ألف شهر ربنا أكرمني بليلة خير من ألف إيه؟ خير من ألف شهر فأنا لو عشت عمري من ستين لسبعين معظم عمر الأمة ببكام من ستين لسبعين سنة طب إيه رأيك؟ يعني مش لو يعني معظم الأمة لو تجاوزت ذلك هتعيش الألف شهر يعني فتخيل لو أنت عشت الألف شهر دي كون لا ما فيهاش ليلة الأد جيت في ليلة ربنا أكرمك بعمرك كله اللي هي خير من ألف إيه؟ خير من ألف شهر وشكده ألف شهر دي مقصودة فلذلك العلماء عليهم رحمة الله شوفي بقى لما يجي يقولك يا خبتك أوي لما تليجي يوم القيامة وما تعرفش تدخل الجنة بغير حساب عافى الواحد اللي هو يفقدم ربنا يقول يا خبتي لو أنا دخلت ما دخلتش الجنة بغير حساب مش أدخل الجنة بس يعني أحاسة بأدخل الجنة لا ما دخلتش الجنة بغير حساب لي يا سيدي وما أنت بتقول لي كده أقولك تعالى عكاشة بن عحصن قال له ادعو الله أن أكون منهم من سبعين ألف فده سبعين ألف بس سيدنا النبي بعد كده سبعين ألف يعني سبعين في سبعين بكام أربعة مليار وتسعمائة مليون يا وتسعمائة ألف أربعة مليار وتسعمائة مليون اللي هو دخلين تقريبا على كام خمسة مليار خمسة مليار دخلين من غير حساب ده ده من غير حساب إن شاء الله نكون منهم يا رب شوفي بقى تعالي بقى العجب مش في دمس العجب إن هنا في عد واحد اتنين تلاتة اربعة صحي كده لجي جي من كرم ربنا سبحانه وتعالى قال وثلاث حثيات من حثيات رب آه كمان زيادة الزيادة هنا ما حد منهاش عدد بقى آه يعني يعني اللي هو عارف اللي هو كده يعني يعني اللي هو دي رحمة ربنا فدي رحمة ربنا سبحانه وتعالى فلو إحنا مش موجودين منهم تبقى مصيبة طبعا وعشان كده بنقول يا جماعة طب أنا أعمل إيه ده أنا كنت مقصر في أول يوم وثاني يوم وعشر وعشان وفي أجل لن عشان يوم رمضان عنده علي صعب جدا طب أعمل إيه قالوا الدنيا شوفي الدنيا تقطع بالمسافات صح خطب ورا خطب ورا خطب وأما سفروا الآخرة فإنما يقطعوا بالقلوب الله يقطع بالإيه يقطع بالقلوب العبرة مش أعمال البر كم أعمال البر اللي أنا عملتها في حسب لكن العبرة ما وقر في القلب وصدقه لإيه وصدقه العمل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ما فاز أبو بكر رضي الله عنه بكثير صلاة ولا صياب ده إحنا هايجي النبي بيقول هايجي في الأمة تحقرون صلاتكم بجانب صلاتهم اللي أنت ببص لنفسك كده وببص لهم تقول يا نهرب جد الناس بتصلي بالطريقة دي ده أنا حقير قوي ده أنا صلاة دي مش متقبلة النبي بيقول هتيجوا كده لكن دول ممكن نبي يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية عرف سيدنا أبو بكر بقى ما سبقش بقى لبكثرت صلاة ولا بكثرت صيام ده هو سيدنا أبو بكر بشر عادي لكن بيه بشيء وقر في القلب وصدقه وصدقه العمل وبالتالي أستاذ دعاء إحنا عندنا في الأيام المباركة دي أول حاجة أصلح ده أصلح ده اللي هو ايه ما عنديش غل ما عنديش حسد ما عنديش حقد لأن كتير من الناس ربما يذهبون إلى البيت الحرام لكن قلبهم مش مع رب البيت الحرام وناس كتير تبقى قاعدة على الفراش وقلوبهم معلقة حول العرش يعني ناس قاعدة في البيت مش قادرة تقوم تروح الجامع مش قادرة تعبانة بس قلبهم فين حول عرش الرحمن وناس تلاقيهم بيطفوا حوالين الكعبة بس قلبهم مش مع رب البيت أكسادهم بس عشان كده بنقول يا جماعة سفروا الآخرة وعشان كده سيدنا موسى شوفي تعاليش سيدنا موسى لما حب يسافر لما سافر عشان يقاب العبد صالح قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرين هذا إيه نص تعبنين وجعنين وبتاع وما إلى ذلك لكن لما راح لربنا سبحانه وتعالى تلاتين وبعدين ربنا أتم بعش فتم ميقات رب أربعين الاربعين دول لم يمس هجوع ولا نصب ولا عطش ولا أي حاجة خالص إيه الفرق إيه الفرق ده سفر وده سفر ده هنا قعد اربعين يوم واخد بالك محسش بالجوه وهنا قعد تقريبا يوم قال له يا ابن هاتنا غدا أنا يا ابن ده احنا تعبنين جدا وعطشانين جدا العلماء يقول لك عارف الفرق إيه أن السفر الأولاني إنما هو سفر لمخلوق والسفر التاني سفر لرب العالمين سبحانه وتعالى فاللي بيسافر لله تبارك وتعالى لن يجد تعبن لن يجد نصبن